أكد البيان الختمي لقمة مجموعة السبع دعمه للمقترح الأمريكي بشأن الهدنة في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى زيادة المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية بشكل كبير وانتهج مسار يؤدي إلى حل الدولتين أكدنا دعمنا للمقترح الأمريكي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق صراح جميع المحتجزين وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين في القطاع كما أكدت مجموعة السبع من جديد كل الجهود المبزولة لمنع التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة مع إمكانية تطبيق حل الدولتين